زقاق المتنبي كما أطلق عليه أمين بغداد لم يتبقى عليه الكثير حتى يكون بحلته الجديدة هنا انطلقت نهضة بغداد وهنا أيضا سيكون احتفال رأس السنة الميلادي حسب توجيهات أمين العاصمة بغداد عملية الاحتفال نريدها بالكراس ما استويناها العام بساحة التحرير خلنا نسويها السنة بساحة الزقاق المتنبي حيث أكد أيضا بأن العمل يسير بنسق كامل وعلى درجة عالية من الإتقان بعد الملاحظات والتوجيهات التي منحت إلى كادر العمل المسؤول عن ترميم زقاق المتنبي دعم مالي من تمكين ورابطة المصارف الأهلية والبنك المركزي العراقي وبإشراف مباشر من أمانة بغداد لينتج تضافر العمل صورة أخرى لهذا الزقاق المهم هذا الزقاق يظهر يوم بعد يوم بحلة جديدة البنك المركزي العراقي مبادرة التمكين رابطة المصارف شركانا في هذا العمل الكبير يبذلون جهود كبيرة مع أمانة بغداد بإشراف أمانة بغداد بملاحظاتنا المستمرة نحن تقريبا بين يوم ويوم موجودين بالشارع ويا الأخوان ملاحظاتنا على التفاصيل أنت الآن شفت إحنا داخلين فيها دق تفاصيل الشارع هذا كله لدينا نريد أن نخلي هذا الزقاق أيقونة حقيقة أيقونة لكل بغداد نموذج من نماذج التطوير في مدينة بغداد من هذا الزقاق أطلقت نهضة بغداد ولذلك يجب أن يكون هو النموذج جانب مشرق جديد لمستقبل بغداد العاصمة اتدأت من زقاق المتنبه عمل حفيث لجعل هذا الزقاق من أروع الأزقة التاريخية في العاصمة بغداد بل في العراق أجمع عمل لم يؤثر على الحركة التجارية في زقاق رغم كثافته الشارع مجموعة من المباني التراثية والتاريخية المهمة لحقيقة عانت الإهمال فضرة طويلة وما تم الحفاظ عليها بشكل لا أقبيها التي عددها تقريبا بحدود 8 مباني أساسية من ضمنها بناية شابندر وبالتالي أصبحنا أمام تحديات كبيرة جدا وكيف نحافظ على المباني الموجودة كيف نعمل وما نغلق الشارع الحركة التجارية فكنا نعمل من الشهر الثامن ولحد الآن وشارع لم تغلق أي محل من محلاته كان النشاط التجاري طبيعي جدا قرابة الواحد وعشرون يوما كحد أقصى لإنجاز العمل في زقاق المتنبل الذي استمر قرابة الخمسة أشهر لسبب إهمال الحكومات السابقة ليكون العمل في أدق تفاصيل هذا الزقاق المهم من بغداد محمد فراسة قناة التغيير اشتركوا في القناة